كلمة اخيرة حضرتك بتقولها لأعضاء الجمعية العمومية في نادي احداء الاهرام كلمة اخيرة ارجوكو اولا تكتمل الجمعية العمومية تكتمل تكتمل الجمعية العمومية ارجوكو نلاقي اقبال منكو ثانيا ارجوكو تترياثو وما تجهوش ورا موضوع القوائم ولا حتى المستقلين قيمو صح واختارو صح وربنا يوفقنا وخلي بالكو لو ما اكتملتش الجمعية العمومية هندخل في مجلس معين تاني وانا بشوف ان المجالس على حسب الاحل استرشدية اوه على حسب الاحل استرشدية انا بشوف ان المجالس المعينة بتبقى زي حكوم التسهيل العمال كده طبعا مع الاحترام الكامل اليوم وبشكر المجلس المعين الحالي على كل المجهود اللي قاله على فكرة بالنسبة لتنمية نقطة بس يا كابتن اسلام بالنسبة لتنمية الموارد المالية برضو في نقطة مهمة جدا استحدثها قانون الرياضة الجديد انه سامح اخيرا باللسسمار الرياضي ده معنى ان انا سهل جدا النهارده ان انا جيب مستثمر تعال اتفضل حضرتك اعمل لي السلاة المغطة دي وخد حق اندفاعك وخد حق اندفاعك تعال احاياك اعمل لي مجمع الاسكواش ده وخد حق الاندفاعك ده مين عنده القدرة انه يجيب ده مين عنده القدرة انه يسوق لده اوجد الفلوس يا جماعة وبعدين اتكلم عن الانشاءات اوجد الفلوس وبعدين اتكلم على الاحلام اه بقول لاخوات الاعضاء اخيرا اعرضت وقتي ومجهودي عليكم ان قبلتموني فالقبول من عند الله عز وجل وان لم تقبلوني فيكفيني انني جلست معكم وبينكم وسمعتموني وهذا شرف لي واختم كلامي اخيرا بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل صدق الله العظيم التوفيق ان شاء الله استاذ ياسر اشكرك على وجودك معنا النهاردة ونتمنى لك رب كل التوفيق خلال الفترة شكرك استاذ ياسر البرماوي